لفتت شركة رامكو إلى أن الأحداث التي يمر بها لبنان أدت إلى إصابة الشركة بخسائر مالية ضخمة وصعوبات وتعقيدات عديدة لن يعود في مقدور الشركة استيعابها ويضعها في حال تعثر مما سيؤدي حتما إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه الآن إلى استحالة استمرارها في قيامها بواجباتها وما سيتبع ذلك في القريب العاجل جدا من نتائج على صعيد نظافة قضاء المتن وكسروان والصحة العامة للمواطنين على حد سواء وإلى أن العقد ودفتر الشروط والذي على أساسه التزمت الشركة تقديم خدمة كنس النفايات الصلبة وجمعها من قضاء المتن وكسروان حدد قيمة هذه المناقصة بالعملة الأجنبية أي بالدولار الأمريكي حصرا لكن وزارة المال تسدد المبالغ بالليرة اللبنانية وأملت الشركة في أن تصل هذه الصرخة إلى المعنيين